بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنكمل على اللي فاتت كنا وقفنا عند وقلنا ان دي هي السيجنال اللي بتتكون من كزا سيجنال تانية والسيجنال التانية دي بيبقى لها طبعا البرامتر بتاعها والبروبيلتز بتاعتها زي الفريكونسي والامبليتيود والفيزز طبعا الفورير اناليسز دي اناليسز بتتعمل او تحليلات بتتعمل على السيجنال وبتقدر تكشف ان المكونة من كزا سيجنال بالبرامترز او بالدفرنت برامترز اللي هي موجودة زي الفريكونسي الترددات الامبليتيود اللي هو مقدار وقوة السيجنال والفيزز اللي هو الطور بتاع السيجنال وبدايتها وانهايتها بتبقى فين وتكمل ازاي بشكلها طبعا احنا قلنا ان السيجنال بتبقى بريوديك بريوديك يعني ان هي بتقدر ان هي تعيد نفسها كل فترة معينة او كل زمن معين وفيه اللي هو النوم بريوديك اللي هو ان هي حاجة مش تزامنية انصر الزمن ما بتعيدش نفسها كل فترة معينة بتعيد نفسها بس مش مش بزمن ثابت كونستنت او موجود من الكمبوزيت سيجنال نفس الكلام بالظبط ان الكمبوزيت سيجنال هي بتبقى يعني اما بريوديك وبيحصلها دي كمبوزيشن تقسيم بيديك التقسيمة بتاعتها بتديك سيجنالز with discrete frequencies بترددات سابتة لو الكمبوزيت سيجنال is non periodic الدي كمبوزيشن بتاعها بيدي كومبينيشن with continuous frequencies حاجات متغيرة ومستمرة على مدور الوقت ده شكل الكمبوزيت بريوديك سيجنال ده بيبقى الشكل ده ان هي متكونة هنا من السيجنالز وشكلها بيتغير والبرامترز اللي بتأثر عليها time والfrequency والamplitude موجود كل ده بيأثر على الكمبوزيت سيجنال طبعا هنا periodic لان كل فترة معينة على مدور هنا time موجود على الex access بتاعك time هنا بيقول لك ان شكل نفس شكل السيجنال بيعيد نفسه بيتكرر تاني وبالتالي هي periodic هي بتعيد نفسها كل فترة زمنية معينة او محددة ادي كومبوزيشن بقى ان انا برجع قسم الكمبوزيت بقسم الكمبوزيت بريوديك سيجنال دي على الfrequency domain والtime domain على الحيز الزمني وعلى حيز الترددات يعني انا ببدأ اعمل دي كومبوزيشن ببدأ اقسمه الكمبوزيت سيجنال على حيز بعمل لها زي بروجيكشن بعمل لها اسقاط على حيز الزمن وعلى حيز الفريكنسي وبشوف هنا مقدار السيجنال هنا انا بيبقى عندي هنا على قوة السيجنال وببدأ اعمل دي كومبوزيشن يعني ببدأ اشوف السيجنال دي مكونة من كام سيجنال تاني هي نفس القصة ان انا برضو بقسمها بس باخد في اعتبار الفريكنسي يعني انا بقول السيجنال دي كانت عند زمن معين واخدة تردد كزا عند زمن تاني واخدة تردد كزا وهكزا فانا ببدأ اعسم بس باخد في اعتباري او بكونسيدر بكونسيدر الفريكنسي دومين اللي هو ترددات السيجنال وهي ماشي فانا ببدأ كأني بفك السيجنال لشوية سيجنال واشوف تردداتهم ايه وفك السيجنال لشوية سيجنال واشوف هي في توقتاتها كانت واخدة قوة ده. الحيز الزمني ده طبعا دي رسمة توضيحية للنوم بريوديك طبعا اللي هي الحاجة اللي هي ما بتعيدش نفسها لو انت انا حسط اللي بيعيد نفسه بتلاقي ان هو شكله ثابت على مدار الوقت اللي ما بيعيدش نفسه ما بتلاقيش شكله ثابت على مدار الوقت وبالتالي ده الفرق ما بين الان ان انت الشكل نفسه ما بتعيدش نفسها بشكل ثابت او بشكل دوري على مدار الوقت. فدي ان انا بعمل لها دي ببدأ افككها الى شوية انا ممكن اشوف ان السيجنالز دي تبقى مكونة لاناظر سيجنالز. اللي بعد كده ان انا بيبقى عندي البندويتس. البندويتس ده مهمة جدا. وده اللي هو بيقول لي عرض النطاق بتاعي اللي انا بقدر ابعد فيه. البندويتس ده ليه حزبة معينة للسيجنال هو عبارة عن الفرق ما بين اعلى خدتها السيجنال لأقل خدتها السيجنال. يعني انا بجيب اعلى خدتها واجيب اقل خدتها وبطرحهم من بعض هو ده ده لما بطرحهم من بعض. يبقى انا كده يبقى انا كده عملت عملت جبت البندويتس بتاع السيجنال. فالبندويتس of the composite signal is the difference between the highest and lowest frequencies contained in that signal. اللي بيحصل هنا ان انت بتيجي عشان تجيب نطاق السيجنال بتاعتك او البندويتس بتاعت السيجنال معينة. انت كل انت بتعمله ان انت بتجيب اعلى كانت عندك ايه? وقل عندك كانت ايه? تترحهم من بعض يبقى ده البندويتس او عرض النطاق بتاعك اللي انت السيجنال تقدر كانت بتبعت فيه. فاللي بيحصل هنا ان هي كانت اعلى اعلى كانت خمس تلاف اقل كانت الف بطرحهم من بعض ده بيجيب لي البندويتس سواء كانت periodic او non periodic هو البندويتس بتحسب بهذه الطريقة ان انا بجيب الكمبوزت سيجنال difference between the highest and lowest frequency contained in the signal. دي اجزامبلز على طريقة حساب البندويتس نفس القصة برضو ان هو انا اخد رقم مئتين واربعين واربعين فيبقى الفرق ما بينهم هنا. اللي هي الماور بين ده اللي هو البندويتس ما بين ده وده. بعد كده بيبقى في حاجة اسمها في في حاجة اللي هي معدل ارسال البيانات والبيت لينز. البيت ريت دي اللي هي معدل ارسال البيانات خلال من السندر للريسيبر. طبعا البيت ليه بيختاروا البيت? البيت لان دي اقل لوحدة قياس انا بقدر اببعد بها الدياتا بتاعتي. يعني الدياتا ريت بتاعتي اقل لوحدة قياس. انا ببعد بها هي اقل لوحدة ستوريج اللي هي البت. دايما الديجيتل سيجنالز يعني هنا سلايد انه هو الديجيتل سيجنالز بتريبريزنت تو ليفلز. اما وان اما زيرو. اه الديجيتل سيجنال كان كان هاف مور زان تو ليفلز ان هي بتبعت وان فور اتش ليفل. عندها. فيبدأ يبعت الدياتا بتاعت الديجيتل سيجنالز على مراحل. هنشوف طريقة حساب البيت ريت. ده شكل الديجيتل سيجنالز. طبعا هنا هو بيقول لنا يعني ده ليفل one. ليفل تو. دي الليفلز بتاعته. وفيه ان انت بيبقى عندك ليفل one. ليفل two. ليفل две لبل four. بس انت هنا بتاخد مختلف. اللي هي الديجيتل سيجنالز ده بتاع الديجيتل سيجنالز ان انا بياخد ياما وان يا اما زيرو. يا اما وان فوق. يا اما زيرو تحت. وهكذا. اما انت بتاخدWAN فوق يا اما زيرو تحت. ده ده ديجيتل سيجنالز. لو انت بتحسب على اكتر من level فهي لها طريقة حساب معين. الbit rate ان انا ببدأ ابعت ال data بتاعتي. ببدأ ابعت ال data بتاعتي فبشوف طريقة حساب ان انا ابعت معدل ارسال البيانات عن طريق الbit rate بيبقى كام. اه ليه حساب? الحساب بتاع ان انت بتحط number of bits per level بيبقى look to eight اللي هو three. لو انت عندك هنا ان ان كده each signal level is represented by three bits. يعني كل level عندك من دول هيت represent by three bits. وده اللي بقدر احسب به number of bits بير كل level وانا بسسند digital signal. هنا في الاجزامبل ده ان هو بيقول assume way need to download text document. ال rate بتاع معدل ارسالة ان انا ببعت مية صفحة في الديقة الوحدة. مية صفحة في الديقة. يعني انا انا ببعت مية صفحة في الديقة. انا عايز ايه هو ال required bit rate. فالسليوشن قال انه هو لو انا عندي ال average بتاعي عشرين سطر. في كل صفحة. في تمانين كاراكتر. والكاراكتر الواحد بياخد one bite. فاللي هو تمانية bit. فاللي انا حضرب مية فاربعة وعشرين في تمانين في تمانية اللي هو كل الكاراكتر. فحيدديني ال bit rate. يعني انا حيدديني معدل ارسال البيانات من sender للreceiver. time and frequency domain. ده معدل ارسال البيانات. في حاجة بقى اسمها ال base band اللي هو آآ نطاق الانتشار. ده اللي انا بقدر ربعت منه digital signal. ديت channel transmission medium وده sender والreceiver. ده بيشرح او بيوصف حتة الباند ويتس transmission بس بطريقة ال base band transmission ان انا هنا بقول النطاق بتاعي بيسمح ان هو يعدي قد ايه? ليه طبعا معدلات? ان انت عندك النطاق بتاعك ده بيوزع عدات بتاعته من sending للreceiver. فيه بالتم ازي البيت ريت معدل ارسال البيانات الباند ويتس كل الحاجات دي بتقول لك ان ال data من هنا الهنا هتوصل في قد ديه. ال digital signal هو بيقول ان ال digital signal تقدر تبقى composite analog signal بس بحاجة غير محددة من الباند ويتس ما ينفعش ان انت تحدد الباند ويتس لو انت عايز تخلي ال digital signal composite analog signal. في ال base band ان هو هنا بيوصف شكل ال channel ان انا هنا بيقول ان انا عندي low post channel. اللو باست دي حاجة دايقة ولكن الباند ويتس العرض بتاعي تشانل بتاعي واسع. بتاع تشانل بتاعي. هنا بيقول ان انا عندي low post channel. اللو باست اللي هو الحد هنا كده. دي كده low باست. يعني هي ما بتسمعش ما فيش ما فيش ما هيش مش بتعدي كتير. يعني low post يعني ما بتعديش حاجات كتير. ونارو باند ويتس خلاص هي الحد هنا هي قدرتها او ساعتها لحد هنا ما تقدرش تبعت ترددات كتير من كده. دي ال base band transmission برضو بتفرق بتشرح الفرق ما بين ان انا عندي بيبقى عندي باند ويتس والباند ويتس اللي هو زي ما احنا قلنا الفرق ما بين ال highest frequency وال lowest frequency. طبعا هنا زي ما احنا قلنا لو احنا رجعنا على سلايد اللي قبل كده. اللي احنا قلنا العلاقة بتاعت التشانل والساعة بتاعتها بتتعرض ان انا ببعد في الترانسميشن بتاعي شوية حاجات وشوية الحاجات دي بتفرق معي. السلايد دي بتقول ان انا عندي في ال base band transmission في نطاق الانتشار بتاعي بيبقى عندي ال required bandwidth اللي هو الباند ويتس المطلوب ده متناسب او فيه بينه وبين ال bit rate علاقة. بمعنى ان انا لو عايز ابعت الحاجة سريعة يبقى انا محتاج مور باند ويتس. يبقى انا عشان ابعت ال bits دي بطريقة اسرع. وعايز ابعت وابعت لك ال data فالdata دي تبدأ توصل بشكل اسرع. يبقى التشانل اللي عندي دي لازم تكون عندها باند ويتس كبير. تقدر تسمح ان هو الباند ويتس ده يبدأ ينتشر ويوصل للريسيبر بشكل اسرع. ده بالنسبة ليه الباند ويتس. والباند ويتس دي كلمة مهمة جدا في النتور. آآ ليها حسابات. وليها ان انت بتتحكم في سرعة التشانل ما بين الترانسميشن ميديوم اللي ما بين السندر والريسيبر. ليها حاجة زي ال bit rate ومعدل نقل البيانات من السندر والريسيبر. ال digital signal ان هي بتاخد اكتر من ليفل. فطريقة ارسالها من السندينج للريسيبر بتقدر ال bit rate لها حساب مختلف. آآ فدي دي دي كل ما يدور عن الباند ويتس. واهميتها في عملية الداتا كومينيكيشن من السندينج آآ في خلال عملية السند والريسيف آآ للداتا. التوبك اللي بعد كده آآ حاجة مهمة جدا جدا. وهي دي بيسموها اللي هو الحاجات اللي بتأثر على السيجنل وبتخلي السيجنل بتاعتي تضعفها وان السيجنل بتاعتي توصل بشكل مش مزبوط. السيجنل بتوصل بشكل مش مزبوط ازاي? ان انت بيبقى عندك السيجنل بتبقى اول ما السندر بيبعتها السندر بيبعت السيجنل او بتبدأ تمشي في في الفيزيكال اللير او في الفيزيكال ترانسميشن ميديم بيحصل على السيجنل تغيرات التغيرات دي بتخليها ما بتوصلش بنفس قوتها ونفس طريقتها ونفس شكلها للريسيفر. فبيحصل آآ تلات حاجات التلات حاجات دول هم عبارة عن اللي بيأثروا على السيجنل وهي بتوصل من السندر للريسيفر. زا ان هو بيحصل ضعف في السيجنل بيحصل ضعف. إن السيجنل دي بيحصل فيها ضعف نتيجة طيار كورابي نتيجة اي حاجة فبيحصل ضعف في السيجنل فالسيجنل ما بتوصلش بنفس قوتها. يعني زي انت مثلا ممكن حد بيتكلم في مايك الصوت ما بيبقاش واصل. ده بيحصل ضعف للسيجنل. والمايك خلاص هو حصل تشوف السيجنل وهي داخل على مايك. Destruction إنه هو بيحصل تشوه في شكل السيجنل نتيجة أي تأثير ممكن يحصل نتيجة درجة حرارة عالية على الأسلاك نتيجة أي حاجة بيحصل Destruction والنويز دي اللي هي الضوضاء اللي ممكن تحصل في السيجنل وبيتخلي السيجنل بتوصل برضو بشكل مش مزبوط دول التلات أسباب اللي بيسببوا الضعف أو التغير في شكل السيجنل من إنه هي توصل من السندر للريسيفر عندي إنه هو بيحصل إما ضعفة في شكل السيجنل ضعفة في السيجنل إما بيحصل عندي Destruction إنه هو بيحصل تشوه في السيجنل إما بيحصل نويز اللي هو ضوضاء فالسيجنل ما بتوصلش بنفس الطريقة أو بنفس كفائتها دي الكوزز بتاعت الإمبيرنت Attention Destruction and Noise طيب اللي بيحصل طب أنا عايزة أتغلب على القصة دي فده اللي بيحصل إنه أنا بيبقى عندي الأوريجنل سيجنل بتاعتي الأوريجنل سيجنل بتمشي من Point 1 اللي هي عند السندر بتمشي في Transmission Medium لسه ما وصلتش للريسيفر بيحصل هنا عند Point 2 بديتكت إن السيجنل بتاعتي ضعفت أو شكلها ضعف فبيعملوا إيه؟ بيحطوا حاجة اسمها Amplifier Amplifier يعني إيه؟ زي مكبرات الصوت كده حاجة بتاخد السيجنل تضاعف قوتها بحيث إن هي توصلها لل Point ده فتتغلب على الضعف اللي حصل في السيجنل أو تتغلب على أي حاجة حصلت في السيجنل فتقويها وتين السيجنل بيحصل فيها حاجتين؟ لو قبل الامplifier فبيحصل فيها loss يعني بيحصل فيها فقدان لشكل السيجنل هنا بيحصل فيها loss فالسيجنل بيحصل شكلها بيوصل هنا إن هي حصل فيها خسارة فده بتوصل هنا لما بعمل Amplifier أنا بقوّل السيجنل تاني عشان توصل بشكل أتغلب فيه على ضعفها اللي حصل هنا فبيحصل هنا حاجة اسمها Gain إن بيحصل مكسب عشان يوصل السيجنل من مكان لمكان تاني بشكل يكون الريسيفر يقبله طبعا هنا طريقة الحساب بتاعت السيجنل إن هو هنا لو أنا عندي يعني لو في الإكزامبل ده هنا بيقول سرقة ترانسميشن ميديا والباور بتاعتها Reduced للنص ده معنى كده إن B2 يعني السيجنل لما وصلت هنا كانت نص السيجنل لما وصلت هنا يعني قوتها قلت النص يعني أنا باعت السيجنل هنا بـ 2 لقيت هنا قوتها بـ 1 دي طريقة حسابة إن أنا بحط حاجة اسمها 10 Look 10 B2 باور الباور بتاع السيجنل بتاعتي هنا حصل loss of power فهنا بحط الـ B2 على الـ B1 وبحسب الحسابات بتاعتي بلاقي إن هي في حاجة اسمها اللي أنا بقيس بها قوة الإشارة لما هي حصل اللص هنا كان كام؟ اللص هنا كان تلاتة يعني السيجنل خسرت من قوتها تلاتة لما وصلت دي طريقة الحساب ودي لها اسم علمي هنا طبعا العكس هنا حصل gain of power لما حصل حصل gain of power فـ B2 بقت عشرة B1 بيحصل إنه أنا هنا لما حسبت حساباتي طلعت عشرة هنا حصل هنا الإشارة بالـ minus فحصل loss of power هنا الإشارة بالـ positive فحصل gain of power gain of power عشان أنا حطيت amplifier ده قوة عمل تقوية للسيجنل فالسيجنل اللي راحت من مكان لمكان بشكل أقوى دي الـ details دي بيسموها حاجة اسمها SNR حنشوفها بعدين يعني حنشوف ده بيبقى عمبارة عن إيه هنا ده الشكل اللي هو شكل توضيحي شوية هنا بيقول لك إنه إنت عندك point 1 لpoint 2 من point 1 لpoint 2 حصل في الترانسميشن ميديم حصل خسارة 3 disciples بعد كده من point 2 راحوا حطين amplifier فحصل تقوية في السيجنل فكده حصل gain of power فالgain of power كان أربعة بعد كده من point 2 من point 3 لpoint 4 كل دي points بيمر بيها السيجنل عشان توصل في الآخر للـ final destination أو الفاينال receiver بتاع الماسيشن حصل هنا في point 4 فخسر التلاتة فكده كل المكسب اللي أنا كسبته في تقوية السيجنل بتاعتي طبعاً ده هنا هو إزاي بيحسب السيجنل باور وإن هي اللي هي حساب طبعاً السيجنل باور بيقدر إن أنا قدر أعمل لها measurement بحاجة اسمها الميلي وات وده طبعاً في عندي اللي احنا شفناها في الـ example وفي عندي بالميلي وات إن هو أنا بعمل 10 look 10 بم اللي هي الباور بتاعت السيجنل بتاعتي بالميلي وات دي حسابات سهلة كلها direct إن أنت بتحط كلها بتحط الحسابات بتاعتك في الإكوشن اللي هي 10 look 10 B2 B1 وبتقدر إن أنت تحسب السيجنل بتاعتك بشكل مصبوط الـ distortion اللي هو بيحصل هو حاجة اسمها التشوهات هو بيحصل عندي تشوه التشوه ده بيحصل في شكل السيجنل فالسيجنل ما بتوصلش به الشكل اللي هي مطلوب وليكن أنا عندي هنا الشكل ده إن أنا عندي الـ composite signal اللي أنا بعتها في السندر بتبقى بالشكل ده بعد كده بتاخد أطوار مختلفة بعد كده بتوصل بشكل مختلف يعني دي مثلا وصلت بالشكل ده فالشكل ده ما هوش هو هو بياخد نفس الـ values بتاعت الشكل ده فمعنى كده إن هو حصل تشوه في الـ data حصل تشوه في الـ frequencies حصل تشوه في الـ amplitude حصل تشوه في القيم السيجنل نفسها فالسيجنل ما بتوصلش للـ receiver زي ما أنت بتقول مثلا واحد بيكلم واحد في الـ telefon يقول له أنا مش سمعك هو مش سمعه ليه؟ لأنه هو بيحصل تشوه في السيجنل لما بتوصل من السندر للـ receiver فالقيم اللي هي طلعت بيها من عند السندر لا تساوي القيم اللي هي وصلت بيها عند الـ receiver فبالتالي بيحصل تشوه في شكل السيجنل والـ components اللي هي in-phase اللي هي جوه الطور والـ components اللي هي قوة phase اللي هي خارج الطور بتاع السيجنل برضو النوئيز النوئيز هي بشكل ما هي بتحصل نوه بيحصل transmission فبيحصل في transmission medium أي حاجة خارجة عن الإرادة زي إنه هو بيحصل مثلا كابلة قطع كابلة ضعف أي حاجة فبيحصل نويز إنه هو بيحصل الـ values بتاعة السيجنل بتتغير بشكل كبير وبيحصل إنها بتوصل لنتيجة مثلا حاجة معينة خارجة عن الإرادة فبيحصل إن هي بتحصلها receiving على point two بشكل مختلف وبيحصل إن هي السيجنل بيحصل عليها الـ noise أو الضوضاء اللي هي بيخليها مش قادرة إن هي تبقى بنفس الـ values اللي هي كانت transmitted بها فيها عندي measure مهمة جدا جدا اسمه حاجة اسمها SNR SNR والSNR disciples دي اللي أنا بقيس بها برضو نفس هتلاقيها نفس الحسابات اللي هي اللي فاتت الـ SNR دي بيسموها signal noise ratio أنا بشوف محدل معدل الـ noise اللي حصل في السيجنل لما وصلت من point to point برضو أنا بقيس عليها B2 على B1 10 look 10 B2 على B1 يبقى دي هي الـ SNR إن أنا بحط الـ value بتاعة الـ بحط الـ value بتاعة الـ power وبعد كده SNR disciples اللي هي 10 look 10 اللي هو الرقم بتاع الـ SNR بيديني signal noise ratio اللي بيحصل اللي بيحصل إن في السيجنل noise ratio إن لو الرقم بتاع الـ SNR ده طلع رقم كبير معناها إن السيجنل بتاعتي كويسة لو الـ SNR ده رجع بقى value قليلة يبقى كده معناها إن الـ SNR إن السيجنل بتاعتي وحشة ليه؟ لأن لو أنا الرقم ده قليل معناها إن السيجنل noise بقى كبير لو السيجنل noise كبير أو الـ noise اللي حصلت في السيجنل بقت كبيرة يبقى ده كده السيجنل بتاعتي مش كويسة دي السيجنل بيحصل noise فبيوصل عندك في الرسيفر اللي هي السيجنل noise ratio دي large SNR هنا عندي السيجنل noise ratio هنا كبيرة لما بيحصل عندي small SNR فبيحصل عندي إن السيجنل plus noise وصلت بشكل مزبوط آخر جزء النهاردة هو إن أنا بقيس حاجة اسمها data rate limits data rate limits إن أنا عايزة إيس الكاباستي بتاعت إن أنا ببعت خلال الـ data بتاعتي شوية معلومات مهمة آآ أنا بيبقى عندي في الترانسميشن ميديم اللي هو الترانسميشن ميديم اللي أنا ببعت فيه من السيجنل للريسيفر بيبقى عندي التشانل التشانل دي أنا لها طريقة حساب معينة بقى لها حاجة اسمها تشانل كاباستي تشانل كاباستي ببساطة هي عبارة عن سعة التشانل اللي أنا بقدر أبعت بها طبعاً إحنا كنا نتكلمنا عن الـ اللي هو معدل إرسال البيانات ولكن هو هنا في حاجات إن أنا بقدر رئيس بيها التشانل بتاعتي وأقدر رئيس بيها الكاباستي بتاعت التشانل حاجة اسمها نيكوست بيتريت وحاجة اسمها الشانون كاباستي ده important consideration in data communication إزاي الداتا بقدر أبعطها بشكل سريع واللي ببعت كان bit per second يعني أنا ببعت معدل إرسال البيانات كل ثانية قد ده خلال التشانل اللي هي بتوصل من السندر للريسيبر وده يعني شكل موجود ومتطبق عملياً يعني إن أنت بتبعت الـ data فمرة تلاقي إن أنت عندك الـ data بتاعتك معدل إرسال البيانات ده حاجة أنت بتتفق بيها مع service provider زي ti data أنت بتشوف معدل إرسال البيانات منك أو أنت هتاخد ساعة قد إيه عشان خاطر تبعت البيانات بتاعتك ده اللي هو الـ data bandwidth طريقة حسابه bear channel دي ليه طريقة حسابات أو يعني الـ data rate نفسها معدل إرسال البيانات ده بيعتمد على 3 factors مهمين بيعتمد أول حاجة على الـ bandwidth available اللي أنت حاجزه ساعة النطاق بيعتمد على الـ level of signals اللي أنت بتستخدمه كم level من signal لأن كل ما الـ levels دي زادت طبعاً أكيد حيفرق معك وبيعتمد على الـ quality of channel إن أنت بتشوف الـ noise اللي ممكن تحصل جوة channel فكل دي الثلاثة factors اللي هما ممكن الـ data rate بيعتمد عليهم طبعاً increasing the levels بتاعت signal ده حيردوس إن أنا كل ما زود السيجنل بتاعت السيجنل ده حيردوس الـ reliability مش هيبقى سهل على السيستم بتاعي إن هو يبعت السيجنل بشكل ريالابل بشكل إن أنا قد هتوصل بشكل ريالابل لأ هيبقى فيه تأسرات على شكل السيجنل دي هنشوفها هنشوف إن انت بتبقى محتاج وليكن هنا إن أنا عندي consider a noise list channel الباندويتس بتاعت تشانل دي سعة تشانل دي تلات تلاف هيرتز عشان أبدأ أترانسميت السيجنل with two signal levels السيجنل levels دي two signal levels اللي أنا بحط look two look two subscribe look two two اللي هي عدد الليفلز طيب اللي بيحصل هنا إن أنا ضربت الاتنين اللي هي عدد two signal levels في الباندويتس فالدانيل بيتريد بتاعت التشانل دي قدقيه ده بتاع التشانل إن أنا عندي لو عندي بالباندويتس ده فأنا بيبقى عندي العدد اللي أنا أقدر أبعاته هو عبارة عن اتنين عدد السيجنل في الباندويتس اللي هو تلات تلاف عشان يديني في الآخر اللي أنا ما أقدر أبعاته نفس القصة هنا إن أنا بقدر أبعات for each level إن أنا عندي four signal levels فيبقى عندي ده بس بقدر أبعات two pit per level فأنا بحط two ويبقى ده الماكسمام بتريد بتاعي اللي هو بيبقى الرقمنا ده هنا أنا بقدر أحسب الماكسمام بتريد اللي هي تشانل دي تقدر تستوعبه أو تقدر تبعده هنا ده العكس هنا كل اللي انت بتعمله إن هو هنا عايز بقى عدد هنا مديك الباندويتس ومديك الbit rate اللي هو هنا 265 كيلو بايت بير ساكن ده ال data rate إن أنت تقدر تبعد 265 الف pit per second sorry pit مش بايت 265 الف pit per second وبيقولك هنا إنه هو كام عدد signal levels اللي انت محتاجه عشان خاطر إن انت تعدي فهنا هو عكس الإكوشن إنه وانا عايز بقى اللي هي look to power signal levels اللي هو عايز الرقم ده فهي نفس القصة يا حسابات very very direct انت very straightforward انت كل اللي انت هتعمله إن انت look to L دي بتروح الناحية التانية وانت تقدر تحسب منها عدد signal levels اللي انت محتاجها عشان تبقى copy pull off إن انت تبقى قادر إن انت تبعد في تشانل اللي هي ساعتها أو الباند ويتس بتاعها 265 كيلو بيت بير ساكن آآ آآ الداتا ريت بتاعتها 265 كيلو بيت بير ساكن والباند ويتس بتاعتها عشر 20 الف هيرتز آآ اللي تشانل آآ آآ الكاباستي عموما أو تشانل كاباستي آآ آآ أكوردنج لي اللي احنا بنقوله ليه حساب الـ C دي بتمثل الكاباستي والب بيتمثل الباند ويتس واللوج تو بلاس الـ S النار ده كده كله دي كده بتحسب لي الحسابات اللي احنا قبل كده كنا بنحسب بيها اللي في اللي قبل كده كنا بنحسب يا اما السيجنال يا اما بنحسب بيها اللي تشانل دي تقدر تشيله او تبعت منه. هنا بقى في الحسابات دي انا بقدر احسب الكباسيتي بتاعت الشانل. بحسب الساعة بتاعت الشانل اديه. فهنا بحسب الساعة ازاي? عن طريق ان انا بحط البندويتز. لكتو على الاس النور السيجنال نويز ريشيو اللي ممكن تكون موجودة عندي قديه. بيطلع لي في الاخر تشانل كباسي او ساعة تشانل دي قدي ايه? عشان تقدر ان هي تشيل الديتا واقدر ربعت منها. دي احسبات مفيقاش حاجة ان انت انا هيديك مثلا وليكن البندويتز بتاعك 3000. والسيجنال نويز ريشيو رقم معين. بتحطه في الارقام بتعوض انا في الاكويشن بيديك في الاخر تشانل كباسي كامل. بعد كده في حاجة اسمها تشانل كباسي. النيكوست فورملا من اللي بتقول لك عدد الميني سيجنال نيفلز اللي انت محتاجة قديك. تشانل كباسي بتقول لك الابر لمت. الابر لمت يعني ايه? الحد الاقصى بتاعك ايه? فهما الاتنين مكملين لبعض. فتشانل كباسي هي بتديك الفرصة ان انت تتعرف تعرف الابر لمت بتاعك قديه. والنيكوست فورملا هي بتديك او بتكملك الميني سيجنال اللي انت محتاجة عشان خاطر ان انت تقدر تبعث السيجنال بتاعتك. لحد هنا ان شاء الله هو ده الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه على الكباسي. غطينا الحتة بتاعت الاس النار. الاشكال اللي هي بتضع في شكل الديتا. الكباسي اللي انت ممكن تسعة الارسال بتاعتك بتوصل لقد ايه? عدد الليفلز بتوصل لقد ايه? انه ممكن يحصل عندك لصف داتا لصف باور بتاعت السيجنال فبنقدر نحسبها ازاي? وممكن ان هو يحصل عندك عن طريق ان انت بتحط امبليفاير فبيقوي شكل الديتا بشكل معين. ان شاء الله الليكتشر اللي جاية نكمل بتاعت شابتر سري ونغطي الباني. شكرا. اشتركوا في القناة